ورجعنا من الفاصل ومعينا بقى الفقرة المهمة جداً اللي كل اللي بنستنيها وانا يعني اكتر واحدة باستنيها معاكو والدكتور النهاردة هو ايلي انا واخدها تحدي معينا الدكتور عبدالله الهدي فاصل على دبلوم التخزية علاجية وطبعاً الدكتور يعني عايز اقول لكم هو قال لي ان اخدها تحدي يعني الناس اللي انا بعالجها مش باخدها حالة عادية لأ انا واخدها تحدي مع نفسي ان الناس دي انا عالجها واشوف نتايج هو شايف كده انه هو ما عرفش بقى هنفهم منه هو شايفها ليه كده واخدها تحدي ليه كده اهلا بك دكتور نورتي اهلا بك شيف قول لي بقى انت واخدها تحدي ليه انت لسه قبل ما بنطلع من الفاصل قلتلي انا واخدها تحدي عرفني انت واخدها تحدي ليه تمام الأول مساء العناب مع HR فارما دايمند بدون كرش وبدون جناب الله معنا إيه بقى النهار ده؟ معنا بوكس المقاومة بوكس التحدي زمانت قلت في المقدمة صح بس كده بوكس المقاومة وعليه عرض الدبل عرض من كل حاجة توليفة ميكس من كل حاجة عشان نحاوض كل مشاكل السمنة حلو أيا كان المشكلة والأول مرة كرسين مختلفين كابسولات من نوع وكابسولات تانية في الكرس التانية من نوع مختلف عشان نقدر نحاوض كل مشاكل السمنة أي حد يا شيف مشكلتنا دايمن فشارها للأكل وأكل السكريات ومقاومة الإنسولين ومقاومة هرمون الشبعة طب أنا جايب النهار ده بوكس رقم واحد اللي اشتغالي على كل مشاكل السمنة أنا دايمن بقول إن الأكل أو الجوع مش عمال على بطال لشهية مرتبطة بهرمونات مهمة قوي عشان كده الكابسولات بتاعت النهار ده كابسولات مميزة أول مرة ننزل بيها تقللي هرمون الجوع عشان ما جوعش بالسمرار وتزود لي هرمونات الشبعة إحنا هندوقوا اللي إيه لأ حضرتك هتتكلم وإنا هعمل لهم التحينة عشان إحنا وإحنا بنتكلم ناتل كمانا ممكن ما قدرش تقوم بقى من ريحة لأ لأ حضرتك إنتا لست هتشوف اللي طالع من الفرن فعلا مش هتقوم بس فيه تاني؟ أوه أنا هاخد الكابسولة ما تلاقيش بس كده أنا هاخدها بعديك على طول تمام اتفضى يبقى عندنا البوكس رقم واحد اللي يزبط ليا معدلات الشهية الكابسولة الخماسية المميزة لأول مرة ننزل بيها رقم واحد تصبيت معدلات الشهية أوه رقم اتنين أنا مقلل الانتيج بتاعي في الوجبات الجديدة أوه كده أنا عملت بالانس دايما لازم يكون فيه توازن في الداخل والخارج صح فأنا قللت بديت كمية قليلة على قد الجسم محتاجه ليه؟ لأن الكابسولة فيها ألياف والألياف دي أشيب ألياف مميزة ما بتتكسرش بسهولة زي ألياف الخضروات ما بتهضمش في المعدة بسهولة بتقعد فترة طويلة في المعدة وبالتالي هحس بالشبع لفترات طويلة فالجسم عايز طاقة يجيب منين؟ يبتدي يحرق من المخزون الدهون العنيدة المتراكمة في الجسم من تراكمات السنين اللي احنا بوزنا جسمنا بسبب الاعدات السيئة اللي احنا تعودنا عليها دي حقيقة صح بالضب يبقى أنا رقم واحد هدفي ترجتي من أول يوم بالكورس رقم واحد إننا لازم أقل المعدلات الشهية لازم أقل الكمية الأكل يعني أكل بشكل أقل فده هنعمله إزاي؟ بالضبط دايما بقول بقى أنا اختلافي معاك في الكم مش في الكيف لأن الكمية هي اللي هتحدد لك الوزن والكيف نوع الأكل اللي هتحدد لك الصحة أنا اختلافي معاك في الأول لازم أزبط لك الكمية عشان أقل المستوى هرمون الإنسولين نعمله إزاي؟ الألياف المميزة المعالجة طبيا المنقاة اللي موجودة في الكورس رقم واحد اللي هتزبط لي معدل الشهية هتدخل المعدة تكون لي كتلة جيلاتينية تملالي حيز المعدة حلو حلو قوي في نفس الإطار بتاع المعدة أنا مكبرتش المعدة أنا في نفس الإطار بتاعها حلو إذن أنا بديل طبيعي عن التكميم كده أول ما الكتلة دي تملأ حيز المعدة جدار المعدة يشوف لاستيك أو حاجة استريتش كده بيتمدد تمام أول ما الكتلة دي تملأها هيطلع هرمونات الشبع بتروح للمخ إن أنا شبعان لفترات طويلة بتديها أوردر بقى أنا كده شبعان خلاص مش عايز حاجة حساس وهمي بالشبع هنا بقى نقطة مفيدة جدا أنا هنا بديل عند دايما الناس ما تسمع كلمة كابسولة يا دكتور هي دي الأدوية اللي بتعمل لي اكتئاب وبتعمل لي صداع وبتعمل لي أثار جانبية أنا بطمنك ألياف طبيعية أنا عملت كتلة افتراضية جيلاتينية جيل جوه المعدة هيقعد فترة طويلة بحاجة طبيعية طب حلو أوي يعني يا دكتور مش بيشتغل على المخ خالص طبعا لأن حدتك قلت حاجة دلوقتي مرتبطة إن إحنا مش بنشتغل على المخ أو ما بنشتغلش على حتة إن إحنا بناخد أوردر فلأ المخ مالوش علاقة بالكسة دي خالص لأن في كتير مننا بيبقى القنين إن إحنا ناخد أدوية من بره فده يشتغل على المخ دا دا دايما ألأ معظم الناس أول ما اسمع كلمة كابسول بيروح في ذهنه على طول لأنه جرب حاجات كتير وللأسف كانت كيمويات أو كيميكالز أنا بعيد عن النقطة دي أنا بديل الكيميكالز أنا بديل الضايت زي ما اتفقنا هتجرب كل حاجة وهتاخد من كل فيلم أغنية كده هتجرب كل حاجة مش هحرمك من أي حاجة دايما بقول مشاكل الناس يا جماعة مع الضايت يا شيف دايما الناس اللي بتعمل رجيم قاسي أو ضايت قاسي أنا قدامي طريقين إما الشهية المفتوحة على البحري أو على الرابع ودي أنا شديت الفرامل بتاعتها عن طريق الكابسولات الموجودة في الكرس رقم واحد وزبطت الشهية زودت هرمون الشبع وقللت هرمون الجوع فأنت بكيفك وقايم وراضي ومبسوط